السلام عليكم تنام بداية الأولى باكالوريا علمي اليوم في هذا الفيديو سوف نقوم بتصحية التمرين الأول من سلسلة الدرس الشغل والقدرات القوة إذا تمرين كالتالي يجر جسم صلب S على مسافة دي كتساوي 300 متر شدة قوة الجر F تبقى ثابتة وتساوي F كتساوي 2000 نيوطا أحسب شغل القوة F في كل من الحالتين التاليتين الحالة الأولى يهدي الحالة الثانية يهدي إذا بدأوا بحساب شغل القوة F في الحالة الأولى إذن أول حاجة غن بدأوا بتذكير ديالها يبتذكير بالعلاقة ديالشغل إذن W كرمزولي W الشغل ديالقوة F باشي قطع لنا المسافة A B من أحط البلي هي D إذن A B تساوي D في التمرين إذن هي F جداء السلامي A B تبدأ بمزيان إذن هي F شدة شدة القوة في المسافة A B وهي D في كوسينيس ألفا أذك مع ألفا هي شنا هي؟ هي الزاوية بين F شدة القوة F و المتجهة A B إذن شدة F عندي في المعطيات و المسافة D عندي في المعطيات تكفي أننا نحدد D ألفا في الحالتين يعني في حالة الأولى حالة واحد ألفا شها كتساوي إذا جينا نشوفونا إذا اعتبرنا هذه النقطة A وهذه النقطة B وبالتالي هذه هي متجهة A B فكاللاحظوا أن A B و F من طبيقتين متجهتين من طبيقتين وبالتالي ألفا كتساوي سفر سفر في هذه الحالة ألفا كتساوي سفر و إحنا إذا نعوده في الحالة الأولى يعني دوبل في ديال F يعني باش تقطع الجسم ديالي يمشي من أحتى البي كيساوي F في الدي في كوسينيس سفر كوسينيس سفر أشنا هو؟ سنعرفوا أنه يساوي واحد والتالي دوبل في دو أف تتساوي F اللي هي ألفين نيوتن في ديالي الحالي هي تلتمية متر في واحد إذا في الأخير كنا نحصل على دوبل في F في المشي من A نحو تلبي اللي هي تقريبا نتخلج نيس سفر صيلة سفر عشرة و السخمسة الواحدة ديال الشغل هي الجول فاهمين؟ نكون جدنا الحالة الأولى إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية نحاول نكترى لون مغير إذن الحالة الثانية نحدد ألفا نفهم؟ إذن الحالة الثانية الحالة الثانية الحالة الثانية تساوي ها متجهة AB وهذه متجهة F إذن الزاوية بين F و متجهة AB هي 18 درجة 18 درجة نرجع للعلاقة ديال الشغل كما كنلاحظنا في العلاقة ديالي أن الشغل للقوة F هو F ديف كوسينيس ألفا إذن ألفا تساوي 18 درجة الآن نعوض بالتالي W F AB كتساوي F لها ألفين ثلثمية في كوسينيس ديال 18 درجة إذن بعد التطبيق بعد حساب هذا الجوداء هذا نلقى أن الشغل في هذه الحالة الثانية يساوي 5.7 10.5 جول كنكونوا جوبنا على السؤال لنا الحالة الأولى هي هذه والحالة الثانية هي هذه كنشوفوا أن الزاوية ألفا كتأثر لي على الشغل لي بما أننا نحتفظنا على نفس الشدة وحتفظنا على نفس المسافة تلاحظونا القيمة تغيرات لماذا؟ لأن ألفا في هذه الحالة يساوي 0 درجة و ألفا في هذه الحالة يساوي 18 درجة فاهمين؟ إذن نضيفه واحد سؤال آخر سؤال آخر وهو طبيعة الشغل كنلاحظو أن هنا الشغل موجب وأيضا هنا الشغل موجب إذا كان عندي الشغل موجب يقول أن الشغل كدير الشغل محرك الشغل عبارة أو الشغل هو طبيعة الشغل وطبيعة شغل محرك لأنه هو موجب أكبر من السفر فاهمين؟ سلسلة التمارين درجة الشغل وقدرة قوة إذن التمارين الثاني هو كالتالي وحسب شغل وزن جسم صلب كتلته أهم كتسوي 10 كيلو جرام خلال انتقال مركز قصوري من نقطة A إلى نقطة B في كل من حالات التالية نعتبر مجال التقالة منتظما شدته الجكة تسوي 10 نيوط كيلو جرام إذن حالة الأولى لدينا حالة المصار الأفوقي الثانية مصار مائل والأخيرة لمصار دائري يعني قبل بداية أو شروع في الحال للتمارين نذكره بالعلاقة شغل وزن جسم إذن شغل وزن جسم من خلال انتقال مركز قصوري من A نحو B هو كالتالي بلوز أو موى أم جي زاد أ موى زاد ب إذن إمتى كتكون بلوز إذا كان الجسم كان الجسم نازل كتكون موى إذا كان الجسم صاعد يعني حالتين بجوج سيكون أو زاد متجيه نحو الأعلى يعني مع أو زاد محور أو زاد نحو الأعلى بفهم إذا نبدو على بركة الله الحالة الأولى دينا هنشوفو الميتال دينا إذن كما كنشوفو دابا هنا يعدنا الجسم دينا دروري يخصى نختارو محور أو زاد محور أو زاد هو كالتالي و أصل المعلم و زاد إذن هنا زاد أ كاللاحظو أن بي حتى هي كتساوي لي زاد أ زاد أ كتساوي زاد أ فهم كالقاوم تساويين عندهم نفس نفس الأنسب وبالتالي دبل في بي بي باش ينتقل مركز القصور دينا الجسم من آ نحو بي هو أم جي زاد زاد أ موان زاد بي وبما أنه بما أنه زاد أ كتساوي زاد أ زاد أ زاد أ موان زاد بي كتساوي زارو إذن الشغل منعدم إذن الشغل منعدم حين تسافر في أم جي راية سافر إذن بي تساوي سافر الوحدة ديال الشغل هي الجول لانه عبارة عن نوع من انواع الطاقة. فاهمين? اذا نمر المثال التاني ديالنا اللي هو عدنا مصار مائل. حالة مصار المائل. اذا ضروري من تحديد دائما محور او زد. اذا انتقال مركز القصور الجسم من ا نحو بي غير ساليب لان الجسم في صعود صاعد وهو عدو نفس منحة ديال او زد. اذا زد ا ناقص زد بي. اذا زد ا ناقص زد بي. يسوي لي اي ناقص. اش و اش هي المسافة هذه. هي المسافة هذه. بالتالي اغسنا حدو ذيك اش حكا تسوي. كلاحظو ان عدينا موشلت قائمة الزاوية. هادي المسافة ابي اذا انا عدنا ابي. عندي الزاوية 30 درجة وعندي هنا اش اش ما ارفعش. اذا نشوفو الاستعملنا السينيس. السينيس ديها الالفا اللي هي ثلاثين سينيس ثلاثين عشا يكون هو المقابل اش على ابي وبالتالي اش كي تسوي من هذه العلاقة هي تسوي لي ابي في السينيس ديال ثلاثين درجة اذا هنعوض اش فين بزيد او موان زيد بي وبالتالي هناش سوي عندي عندي زيد او موان زيد بي كتسوي لي ايا ناقص اب بي نفهم ناقص اب بي مفاهمين ناقص اب بي السينيس ديال ثلاثين اذا نعوض ناقص زيد اب هاد القيمة سوي لي دبل في ديال بي ديال ا نحو اب بي كتسوي لي ايا ناقص اب بي فوا سينيس ديال ثلاثين درجة نعوض كل حاجة بقيمة ديالها نعوض كل حاجة بقيمة ديالها سيبقى لي ستعني دبل في بي ديال ا ابي كتسوي ناقص ام لي عشرة كيلو اب بي المسافة اب بي واحد متر في السينيس ديال ثلاثين درجة اذا ندبل في بي ا ا بي كتسوي هي ناقص خمسين جولي تلقينا الشغل في الحالة هذي امرو الحالة الاخيرة اللي هي واش كيكون عندي حركة او مصار دائري كذلك الامر حتى هنا خصا نحده معلم او زد هنا الجسم غير مر من قلب يعني في حالة نزول والتالي هنا او زد والتالي هنا نحده زد بي ويسقا ديال واعطني زد ا في دبل في بي بشي ما انتقل اللي مركز القصوى من ا نحو بي هو ام جي زد ام وزد اذا هذا المسافة هذه هي الشفاء اش نحن نحدد اش هذا اذا لنحدد اش اذا نلاحظنا هنا اش كيسوي كيسوي نقص المسافة كاملة اش ننطلabol tex PEx PEx 베ث المسافة كاملة اش نسما اش كيسوي جيز امرو الح�� ناقص المسافة لغ force ناقص المسافة لغ الغيств لنا اقول Streq إذن لن أرديت البال هنا كيفيلي هنا واحد المتلت فاعمين؟ كيفيلي هنا واحد المتلت قائم الزاوية هنا المسافة X صغيرة وهنا L وهنا 60 إذن لن أردينا كوسينيس ديالة 60 كوسينيس كوسينيس ديال 60 أشك يعطيني من خلال الشكل هنا ركزوا معي هنا متلت قائم الزاوية الواتر هو R صغيرة المحادي هو L وكنا نعرفون الكوسينيس هو المحادي على الواتر إذن L لاش كيساوي هو R صغيرة كوسينيس ديال 60 درجة إذن غنعوضوا L فين في العلاقة هذه أشك يعطينا X في الحالة أشك يعطينا هي هي R ناقص R كوسينيس ديال 60 درجة ونعملوا بأغنا تطينا R عامل ديال واحد ناقص كوسينيس 60 درجة نقنا X إذن رجعوا فين العوضة H H هي ZM و ZB إذن تعطينا WP ستكون هي M G في الشعر إذن WP باش نتقل يا جسم من آن نحو بيه هي M G في أغ واحد ناقص كوسينيس 60 درجة نعوضوا كتلة هي عشرة في عشرة يجي أغ لعطونا شح لعطونا أغ لعطونا متر واحد فاش عامل ديال واحد ناقص كوسينيس ديال ستين درجة والتالي هنا يا ضغطينا WP تلقى الباكش كتساوي كتساوي زائد خمسين جول نقنا WP في الحالات الثانية ديال تاليتة ديال حالة المصار الدائري سحية ديال التمرين الثالث من سلسلة التمارين ديال درسة الشغل وقدرة القوة إذا نقرأ التمرين وبعد نديروا الحال دياله يصعد متزلج كتلته M كتساوي ثمانين كيلوغرام منحدرا مستقيميا ومائلا بالزاوية ألفا كتساوي عشرين دوغري بسرعة ثابتة يقطع المسافة أب بي يعني النقطة إلى النقطة بي يعني المسافة أب بي لكتساوي الف وخمسمية متر يخضع المتزلج لقوة جر يطبقها حبل اتجاهه يحدد يحدد الزاوية بي مع اتجاه المنحدر يعني النوحة القوة الأولى وهي قوة الجر ثاني هو يطبق السطح الجليدي على المزلجتين قوة احتكاك ثابتة في اتجاه متجهات السرعة وفي المنحة المعاكس للحركة وشدتها F كتساوي ثلاثين نيوتون نعتبر مجال تقالة منتظما وشدت هجة تساوي 10 نيوتون بر كيلوغرام السؤال الأول اجر جميع القوة المطبقة على المتزلج ووازمه ثم متل متجهاتها في الشكل سنبدأ على بركش الله الحل ندعو بالجواب السؤال الأول لكي ندير جارة القوة ضروري متحديد المجموعة المدروسة المجموعة المدروسة نديري شناها هي المتزلج المجموعة المدروسة هي المتزلج المتزلج إذن أول قوة عندي هي وزن المتزلج فهم بي بي وزن المتزلج وزن المتزلج ثاني قوة هي أغ تأثير سطح تأثير تأثير السطح بما أن عندنا السطح تأثير تماث يكون باحتكاك وبالتالي ستكون عندي أغ أن أدو هي المركبة المنظمية لأغ وتكون عندي المركبة المماسية لأغ ثم آخر قوة وهي قوة السحب أو قوة الجر بفهم نسميها F وهي قوة السحب يعني قوة السحب ذلك الحبل بالنسبة للمتزلج قوة السحب المتزلج الآن قوة الآن الآن سوف نحاول مثلهم إذا P سوف تكون مركز استيقال الجسم سوف تكون عمودية سوف تكون عمودية نحو الأسفل سوف نحاول تكبرها X سوف تكون من نقطة G سوف تكون عمودية على السطح الأفوقي ثاني قوة اللي هي F إذا قوة F هي قوة التماس من الموضع يعني من نقطة التماس سوف تكون هذه القوة F ثاني ثالث قوة وهي قوة R R قوة التماس سوف تكون من نقطة التماس المتزلج مع السطح وتكون عمودية أو مائلة عكس منحة الحرك عكس منحة الحرك وهذا سوف يكون لدينا الإسقاطات إسقاط يكون على العمود على السطح المائل إسقاط على المماس بالتالي هنا تعطينا هذا القوة هذه R N والإسقاط ديالها على A B يعطيني F القوة F ف إذن هذه القوة F فقدرنا تمتيل بسلم بشكل عشوائي ف P و R ف إذن ثاني سؤال أحسب شغل كل من الوزن و قوة الإحتيكاك إذن أحسبوه الشغل ديال كل من الوزن و قوة الإحتيكاك إذن أحسبوه الوزن الوزن نحاول نرسم الشكل هنا إذن الجواب ديالسؤال ثاني و كالتالي ثانيا شغل قوة P إذن الجسم عندي يصعد على سطح مائل دول متزلج نحاول دول متزلج هذه النقطة A و هذه النقطة B وبالتالي سنحدد سنحدد محور O Z إذن O O Z عندي إسقاط ديل Z A عندي الإسقاط ديل Z B إذن W P أو شغل القوة P انتقال مركز قصور الجسم من A إلى B هو M G Z A ناقص Z B و Z A ناقص Z B سيكون ناقص H لأن جسم تصعد يعني الجسم عنده نفس المنحات O Z مفهم؟ سنحدده H سنحدده من الشكل إذن H هي المسافة هذه H هي هذه و و سنرى متلتة قائم الزاوية أو متلتة قائم الزاوية هذه النقطة إذن عندنا الزاوية ألفا عندنا الوتر هو A B والمقابل هو H وبالتالي نستعمل سينيس في الحالة نستعمل سينيس ألفا إذن سينيس ألفا سينيس ألفا وبالتالي H كي تسوي من هذه العلاقة A B كانت عندي في القسمة هنا أجل الطرف الأخرى غشو اللي يضرب غشو اللي أب بي في السينيس ديال ألفا إذن نعوض H في بلاست في الدلس هذه غشو اللي عندي زيد أم ونزيد بي غشو ناقص A B في سينيس ألفا وبالتالي باش نتاقل لي مركز القصور من نقطة A إلى نقطة B هو ناقص ها واحد ناقص ناقص M J في أب بي في سينيس ديال ألفا M أعطوها لي في المعطيات G أعطوها لي في المعطيات المسافة أب بي أعطوها لي في المعطيات بالتالي عندي تطبيق عدادي تطبيق عدادي W ديال بي باش نتاقل من A نحو بي هي ناقص كتلة ديال الجسم ديال 80 كيلو جرام في جالية عشرة مسافة A B لألف وخمسمائة متر في سينيس ديال الزاوية ألفا لي أعطونا الزاوية ألفا تحكي تساوي 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 عشرين درجة في ثمانين بالتالي في الأخير غلقاو أني ناقص ربعة فاصلة واحد في عشرة وس خمسة وس خمسة جول وكان كونه جبدنا الشغل ديال القوة ديال وزن الجسم إذا نمرو الشق ثاني من السؤال وهو نوجدو الشغل ديال F قوة الاحتكاكات إذا اللي نجد اللي نجد دبل في F يعني شغل القوة F قوة الاحتكاكات إذا كذلك الأمر نحاول 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 صمع وتاني الشكل إذا عندي هذا الجسم اللي هو المتزلج وهذه الزاوية ألفا هذه النقطة A وهذه النقطة B والتالي القوة F هي كالتالي هذه القوة F نفهمين؟ كنلاحظوا أنها منطبقة على المتجهة AB ولكن منطبقة على المتجهة AB هيا بأزرق متجهة AB كيف نجد يرمانح هذه متعة كيسين وبالتالي ستكون عندي واحدة زاوية بينهم هذه الزاوية بين AB F ألفا نسميها ألفا في هذه الحالة قبل نسميها غاما نسميها غاما نسميها غاما هنا كيسين إذا الزاوية بين هذه المتجهة هي غاما تساوي 180 درجة نفهمين؟ وبالتالي WF F A B تساوي F جداء سلامي ألفا هي F في ألفا في كوسينيس غاما هي الزاوية بين متجهة F متجهة ألفا إذا F درجة طوالية طوالية قريبة هي خمسين ثلاثين نيوتن هي ثلاثين ثلاثين نيوتن ثلاثين هي ثلاثين نيوتن في A B هي ألف وخمسمية في كوسينيس دير 180 درجة كوسينيس 180 درجة هو ناقص واحد وبالتالي WF سيكون عندي WF أو الشغل دي القوة دي الاحتكاك F باش نتقل من A نحو B هو ناقص ثلاثين في 1500 وبالتالي في الأخيات حالة لقاوا القاوة قريبا هي ناقص 4.5 10 أصلا 4 جول كون نلقينا لقينا القيمة دي الشغل القوة احتكاك F إذن سؤال ثالث سؤال ثالث قال لك شغل قوة السحب F بغوا شغل قوة قوة السحب سؤال ثالث بغوا WF دي القوة F قوة السحب F باش نتقل لي جسم من A إلى B المتزلج باش نتقل لي من نقطة A إلى نقطة B إذن أنا ما عنديش التعبير أو ما عنديش القيمة ديال قوة السحب F إذن أخذيني جبت بعدها قوة السحب F حالك تساوي وبالتالي عندي بما أن الحركة كتم في معلم أرضي والحركة مستقيمية منتظمة إذن حسب من بداء القصور مجموعة القوة مطبقة على الجسم على الجسم أو المتزلج ديالي كتساوي متجهة منعادمة مفاهمين؟ إذن إذا جينا نطبقات تكون P زائد R زائد F كتساوي متجهة منعادمة إذن هنشوفوا الإسقاط هنديروا الإسقاط على المحور O إذن الإسقاط إسقاط على المحور O إكس أنا نعود أرسم الشكل باش يباني لكم الإسقاطات هردو معي لبالي إذن هتكون عندنا هنا P X زائد R X زائد F F كتساوي صفر تلتبع مزيان إذن نجده P نجده X نجده F إذن الشكل ديالي أو ديالي هو هذا ديالي ألفا الجسم ديالي كالتالي قوار اللي كنا دلنا 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 P P وبالتالي O X محور O X سيكون هو هذا O إذن P إسقاط دياله على O X كنشوف الإسقاط دياله على O X لكن هذا هو محور O X هنشوف الإسقاط دياله وهذا هذه هي P P X إذن P كنت تساوي هي ناقص P هنفعمين ناقص لماذا؟ هنشوف هنا المنحة المنحة ديال X و X عكس منحة ديال P وبالتالي كتكون عندي ناقص هنا هنفعمين؟ إذن P كنت تساوي ناقص P في سينيس هنش ألفا كين هنا يعني ألفا كين هنا في سينيس الزاوية ألفا اللي هي ناقص M جي سينيس ألفا إذن جاوبنا الدابة على جبدنا P X إذن استعمل لون آخر باش نمثل F ديال لون أخضر F هي هذي F هي هذي وهذه الزاوية بيطة نحتاجه أدابة وبالتالي إسقاط ديال هاد المتجهة على محور O يعطينا هاد هادية F إذن انت لقي من الشكل F X كتساوي هي زائد F كوسينيس بيطا إذن إلا جيت نشوف R هاد هو الجسم ديالي R لدينا مائلة إذا دلت إسقاط على O ستغطيني واحد القطعة اللي هي متعاكسة مع O X وبالتالي R X كتساوي ناقص F فاهمين؟ إذن تالي نرجع نشوفوا نرجعوا ندروا جمعنا نضعنا P X زائد R X زائد F كتساوي صفر فاهمين؟ إذن ناقص M G سينيس ألفا ناقص F زائد F كتساوي M G سينيس ألفا زائد F إذن F شدة الخوة F كتساوي هي M G سينيس ألفا زائد F على كوسينيس بيطا فاهم؟ التالي رقيت شدة F ده بغا رجع نجبت الشغل ديالي إذن الهدف من هذا شي كامل هو نجبت W F كتساوي W F هي F سكالير A بي إذن هي F في شدة القوة F في المسافة A بي في كوسينيس الزاوية بين F وابي اللي هي بيطا فاهمين؟ بالتالي غنعوض F بتعبير ديالها اللي هي م G سينيس ألفا زائد F قوس على كوسينيس بيطا في المسافة A بي في كوسينيس بيطا اللحظ أنا كوسينيس ستخذ ديالها كوسينيس ستطيني W F الشغل ديال القوة F بيطا 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 ألفا زائد F ومسافة بيطا 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 من A إلى B هي M ليه 80 كيلو جرام 10 في السينيس ليه 20 درجة زائد F ليه تقريبا تسوينا 30 نيوتون المسافة A بي مسافة A بي لك تساوي تقريبا 1500 متر إذن في الأخير ألقوا الشغل ليه القوة السحب A بي كيساوي تقريبا زائد 4.5 10 أس 5 جول الآن جاوبنا على السؤال الأخير سنقوم سألين التمرين دينا تصحيح دي التمرين الرابع من سلسلة التمرين دي للدرس الشغل وقدرات القوة إذن كما كنشوفو تقريبا التمرين أولا ثم ندلو الحل دير على سطح مستوى مائل بزاوية ألفا كتسوي ثلاثين درجة عن الخط الأفقي تجر حمولة تجر حمولة S وزنها وزنها بي كتسوي ألف نيوتون بسرعة تابتة بواسطة حبل كتلته مهملة وملفوف حول أسطوانة تضار الأسطوانة بيدون احتكاك بواسطة محرك يطبق عليها مزدوجة عزمها تابت تخضع الحمولة لقوة احتكاك شدة تابتة وتسوي F كتسوي ميتين نيوتون أولا أجرد القوة المطبقة على كل من الحمولة والأسطوانة ومثل متجهتها في الشكل إذن القوة المطبقة المجموعة المدرسة هي الحمولة زائد الأسطوانة أردو البلد السؤال هذا سؤال الثاني أحسب شدة القوة التي يطبقها الحبل على الحمولة يعني أستنج بدو ذكتين شدة القوة التي يطبقها الحبل الحمولة ثالثان أحسب عزم المزدوجة التي يطبقها المحرك على الأسطوانة ورابعا يستنتج قوة محرك قدرة المحرك علما أن سرعة الحمولة هي فيكتسوي سفاقصة خمسة متر بقسو إذن نبدأ ألا بركتي لا إجابة للسؤال الأول إذن المجموعة المدرسة أولا تحديد المجموعة المدرسة دائما حدد المجموعة المدرسة قبل أن تبدأ تجدرت القوة ديالك المجموعة المدرسة بالتالي ستكون المجموعة المدرسة ديالي قالوا لنا هي الحمولة زائد الأسطوانة مهم أن تعرفت المجموعة المدرسة ديالك الحمولة هي هذا زائد الأسطوانة زائد الأسطوانة إذن نبدأ بالحلم أول حاجة الحمولة عند كتلة وبالتالي كين بي وزن الحمولة هذه القوة الأولى ثاني قوة تأثير السطح تأثير السطح ثالث قوة تي قوة التي تطبيقها تي الخيط على الحمولة كتبوها القوة التي يطبقها الخيط يطبقها الحبل على الحمولة أسطوانة أسطوانة الحبل أيضا يطبقها على الأسطوانة تي بريم تي بريم إذن تي بريم تي بريم تي بريم تي فتح هي القوة التي يطبقها الحبل مشي الحل على الأسطوانة وليس على الحمولة على الأسطوانة أسطوانة تفاهمين؟ إذن هناك نكون جردنا القوة تبقى؟ قال لكم ومثلها ومثل متجهتها في الشكل يعني يمثل القوة دينا في الشكل إذن أو تمثل عندنا فقط لكي نكبر الشكل باش يبلل القوة مزيان فهم؟ إذن القوة هي كالتالي تبقى وزن الجسم دائما هي قوة قوة عن بعد وبالتالي دائما نقطة تأثير دينا هي مركز تقل الجسم تكون دائما منها أغ عندي قوة بحتكاكات تكون مائلة بوحد الزاوية يكون عنده إسقاطات هذه المركبة المنظمية وهذه المركبة المماسية تأثير الخيط على الحمولة تأثير الخيط على الأسطوانة نفهم؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني قال لك أحسب شدة القوة التي يلتوتر الحبل يعني بغونا نحسب هذه دي معدناش ونحسب الشدة ديالها إذن جواب دي السؤال الثاني عشي مكننا نقوله باعتبار أن الحركة مستقيمية منتظمة فغادي نطبقه مبدأ القصور مبدأ القصور شكي يقول لي أن مجموعة القوة المطبقة على الحمولة كتساوي متجهة منعادمة شنوما القوة المطبقة على الحمولة هما أبي زائد أغ زائد تي كتساوي متجهة منعادمة إذن هندلوا الإسقاط على المحور إكس بريم إكس كتشوفوا عدي محور إكس بريم إكس مفهم؟ هندلوا الإسقاط ديالنا على المحور إكس كشبوها؟ الإسقاط هندلوا الإسقاط على المحور على المحور على المحور المحور إكس بريم إكس هندلوا إعطينا بي إكس زائد أغ إكس بي إكس زائد أغ إكس زائد أغ إكس زائد تي إكس كتساوي سفر أرجعوا إلى الشكل ديانو نحدده بي إكس إذا بي إكس هي الإسقاط على المحور هذا إذا هالمحور إكس إكس بريم إسقاط ديال بي أعطينا هد القطعة هده هد القطعة هده هده الزائد أغ إلا إكس سيكون عندي هو بي سينيس ألفا و هندلوا حد ناقص لاذا تقول لي ناقص؟ حينت إكس شوف السهم ديال إكس والسهم ديال بي و ممتعاكسين بثلاث تكون واحد ناقص يعني بي إكس كتساوي ناقص أم جي سينيس ألفا إذا أغ عندنا أغ إيادي عنده إسقاط على أو إكس ألقوا هد هد القطعة هده هد القطعة هده هد القطعة هده هد القطعة هده هي أف ولكن أرضيتي البال منحة ديال أف كده مع أو إكس متعاكسين يعني أغ إكس هي ناقص أف قطلية تي تي إكس إسقاط دي إكس على أو إكس هو هد القطعة هده 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 من نفس المنحة وبتالي غتكون تي إكس إسقاط ديالها هو تي إذا نرجعون على وضوة تشف تعبير في الإسقاط لدنا هنا إلا بي إكس قلنا هي ناقص 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 أم جي سينيس ألفا ناقص أف زائد تي كتساوي صفر والتالي التاشنا هي هي أم جي سينيس ألفا زائد أف أف بغتكون تبير وما ديال تي تيج حاك تساوي إذا أعطونا الكتلة أم ديال الحمولة ديال الحمولة ديال تيك تساوي ألف أو أعطونا بي كاملة هي أم جي اللي هي ألف سينيس سينيس دياله هي ديال ألفا ألفا هي ثلاثين دراجة زائد أف ديية ميتين بالتالي في الأخير غلقوا شدة القوة ديال التي يطبقها الحبلة الحمولة هي سبعمائة نيوتر نحن جاوبنا على السؤال الثاني السؤال الثالث شنو السؤال الثالث قال لك أوجد يعيك عزم المزدوجة المحرك التي يطبقها أوجد المزدوجة المحركة التي يطبقها المحرك على الأسطوانة يعني بما أن دوران الأسطوانة كسبوها باعتبار باعتبار دوران الأسطوانة ذيك الأسطوانة اللي عندنا لك تجرلية الحمولة هي دورة واحد المطور نفهم؟ استيبار دوران الأسطوانة منتظما منتظما يعني مجموع العزوم يكون العدم يعني مجموع العزوم مطبقة دي القوى المطبقة على الجسم يكون منعدم يعني ما من عزم عندي؟ عندي عزم القوة دي وعزم القوة دي المحرك عزم مزدوجة محرك يعني عزم مزدوجهella بم тожеộ أبا إ 죄ا много série تي يلا هوي يمث SCH 0 وبالتالي عزم المزدوجات부� الوجود يساوي مقفلها العزم T ما هو العزم subt auto من الخلال T prime WAS byłe 3 بريم يلي كتطبق علمو التابريم صافي اذا اشنا هو العزم العزم هو امسي ناقس هو ناقس شدة القوة اف في المسافة الفاصلة بين خط تأثير ومركز او المحور دلتا ارجع هنا للشكل ديالي ارجعوا للشكل لانا ونشوفو فين ايديك المسافة اذا هاية اكن شوفو ان التي هو من حد دوران الموجب من اليسار الى اليمين المسافة بين خط تأثير ومحور دلتا هي هذه هي اغ هي شعاع الاسطوانة شعاع الاسطوانة هي المسافة الفاصلة بين خط تأثير القوة تيب بريم والمحور دلتا وكن شوفو ان التي بريم كتسدور له الاسطوانة في المنحة المعاكس للحركة وبالتالي العزم غيكون سالب دكش لا حدير ناقس تي بريم فى اغ دكش لا حدرنا ناقس تي بريم فى اغ هذه تأثير علي التعبير ديالي ونكمل هتكون ناقس هاي ناقس هذي راجع لاش لانا تي كتسدور له الاسطوانة في المنحة المعاكس وهاذ ناقس من انجاج حين تحولنا العزم من هاد طرف الطرف الاخر كانت هنا زائد غتولي ناقص اذا ناقص الاصل يلا هو هذا وهذا ناقص من جات جات حينت العزم ديال القوة كي تدور لي ان تي بريم كتدور لي الاسطوانة في المنحة المعاكس للحركة اذا تي اغ وبالتالي اعطوناهما يا تي بريم حسبناها في السؤال اللي قبل اذا تي كتساوي تي بريم قناتها كتساوي كتساوي تقريبا تحال سبعمائة نيوتون صافي اذا العزم ديال مزدوجة المحرك التي تطبق المحرك على الاسطوانة غتكون هي ناقص مع ناقص والي زائد هي تي بريم في اغ هي سبعمائة اغ كتكون بالماتر اما اعطونا ان اغ هكتساوي عشرين سنتيماتر يعني عشرين فعشرة اس ناقص اثنان باش نحوله من سنتيماتر الماتر وبالتالي في الاخير غلقنا عزم هاد المزدوجة التي يطبقها المحرك على الاسطوانة هي ام هي مية او ربعين نيوتون في الماتر هنفهم اذا السؤال الاخير السؤال الربعة اللي هو احسب قدرة المحرك لنحسب قدرة المحرك اذا عندنا الاسطوانة الحركة ديال الدائرية او شدر شنو قرينا في الدرس ان القدرة باي شكتساوي كتساوي العزم ديال تلك القوة فاش في سرعة الزاوية العزم في سرعة الزاوية السرعة الزاوية ما عنديش اذا عندنا علاقة قريناها في الدرس ان في كتساوي اغ فو اوميغا وبالتالي اوميغا شكتساوي هي في على اغ فعطوها ليه في التمرين اذا اوميغا شكتساوي في على اغ من بعده نعوضو عن عوضو دبا اوميغا في باي اذا القدرة باي هي العزم ديال المحرك ديال مزدوجة المحرك في في قسمة اغ بالتالي غانديلو التقطبق العدادي القدرة باي ديال المحرك هي العزم اللي هي مئة واربعين في في اللي اعطونا هي سر فاصيلة خمسة متر بار سيقوند يعني اغ سنحول المتر هي عشرين فعشرة وص ناقص اثنان تطبيق عددي درناها غانحسبو اذا باي هذا حساب قيمة باي ألقوا ان باي هي تلتي مئة وخمسين الوحدة ديال القدرة هي الوات تعقلوا عليها وحدات القدرة هي الوات اذا هنا كنكون سرينة التمرين ديالنا خلال استعملنا علاقات بزاف لتنصح اي واحد يحاول يعود التمرين هذا حين تموهم بزاف في حالة ديال حساب الشغل في والقدرة في حالة حركة دواران لجسم صلب اذا نشكركم على المتابعة ديال التمرين ما تنسوش تابونه وتبرتجيه و الماكسيموم بوسيبل الفيديو مع لزامي ديالكم يلا بزافة موسيقى